أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاء ذلك خلال عاضل لنمازج من المستفدين من مبادرة التمكين الاقتصادي بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أوجه التحية والتقدير لكل الكيانات اللي بتمسك مش التحالف بس مش اللي جوا التحالف بس لا أنا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجيه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصرين وده دور إحنا محتاجينه إحنا محتاجين هذا الدور النهاردة لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم به بنفس الكفاءة وأنا بأتكلم ممتاز صراحة دكتور نصف بالعكس وإحنا بنا نقترب بكده ومحتاجينه هم نتكلم فكتر من خمسين ألف جمعية موجودة في مصر لكن أنا بأتكلم تحديداً النهاردة على كيانات التحالف وأقول مزيد من الكيانات الأخرى تنضم لأن الدور المجمع المحشود أو المعبق واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقة اللي اتعرضت سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الصحي أو على المستويات الأخرى بتاعت الاجتماعية اللي بتتم لا طبعاً الجهد المتنسق ده أو اللي التحالف بيقوم بيه واضح جداً جداً خلال السنة دي